أنا الحديث هيرجعني تاني للتعليم إلى فكرة برضو التعليم الخاص ويمكن أنا شخصياً ليه أتجارب معا يعني مع أولادي في بعض المدارس الخاصة نعم التعليم الخاص عنده مشكلة أو طبعاً أنا أنا متكلمش التعليم الخاص بينقسم يعني تعليم ناشونال أو تعليم عادي وتعليم انترناشونال دولي يعني نعم نعم فأنا هتكلم segmento عن مستوى التعليم العادي اللي هو العادي ده التعليم هنا يمكن يواجه قصور جامد جداً ويمكن الرقاب عليه أنا بعتقد وبقول أن الرقابة عليه فيها مشكلة فيها خلل رقابة الوزارة فيه خلل على التعليم الخاص التعليم الخاص أولا بيجيب معلمين بمرتبات متدنية جدا وحضرتك أعظون أن تبقى عندك معلومة أكيد أكيد لكن غير النهاردة متواصلة المرتبات فيها 1200 جنيه و1300 جنيه صحيح وده أنا متأكد من معلومة يعني فهل المدار المعلم اللي هيخد 1000 جنيه و1200 جنيه هيقدر يكمل ويقدر يؤدي بروح معنوية عالية وهمة موجودة هو أنا أقول لك كالحاجة يعني ده شيء يعني الكل يعترف به ويقر به إن المعلم فيه المدرسة الخاصة بيبقى مضغوط تحت طائلة إدارة المدرسة وبيعتبروا إن الطالب اللي عندهم ده الدجاجة التي يطبيد ذهبا وممنوع حد يقترب من الطالب اللي من بعيد ولا من قريب حتى وإن أخطأ الطالب وبالتالي هنا المدرس بيجد نفسه يعني بيفتقد شيء من أهميته في قلب المدرسة وممكن يصل الأمر إن لو أخطأ الطالب ففي الحالة الزيدية يعني ممكن يصل الأمر إلى إن المدرس قد يعتذر للطالب ويجي تاني يوم ولي الأمر على أساس المزال فبيعتبر هنا الولد إن المدرسة دي ملكه أو بتاعته أو دي بفلوسه يعني معذرة يعني إن كان بدا ودي منظومة لا يجوز فيها أبداً الفكرة المديات أوي أن أنا أقول إن أنا بدفع فإبني أستاذه وما قدرش يتعامل معادي كارسة أنا يا أس محمد إن لم يعطى للمعلم المكانة بتاعته خدت بالحضراتك زي فلن نرتقي بالتعليم لأن يعني أقول لحركة لحاجة مثالة التعليم معروف أولاً يعني منهج دراسي وفي نفس الوقت مطلقي لو الطالب وفي نفس الوقت المعلم المعلم إن لم نرتقي به إن لم يكن له قيمة زي ما قال الشاعر يعني قم للمعلم وفيه التنجيل كاد المعلم إن يكون رسول أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفساً وعقولاً سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى رسلت موسى بالتوراة مرشداً وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع الباني محمداً فسق الحديثة وناول التنزيل إن لم يكن يعني أنا أقول لحركة لحاجة طبعاً بوجه تحية لكل معلمين مصر يعني طبعاً دول يعني التجان تجان فوق روسنا جميعاً تجان فوق روسنا جميعاً وخرجوا أطباء وخرجوا المهلمين وخرجوا الضابط وخرجوا كل الناس وخاصة معلمي الحكومة أو معلمي المدارس الحكومية يعني هؤلاء الأبطال الأفزاز الذين تخرج من تحت أيديهم العلماء الذين أناروا الدنيا بعلومهم كل التحية وتقدير طبعاً ستزيتنا أصحاب الفضل علينا كلهم نعم